السلد نافل والفارد نافل والتدى الفل والأفانة فل هم الأربع أدوية المنشطات الجنسية للرجال السلام عليكم من الموضوع اللي فيها كلام كتير جدا غلط وكمان بنلاقي فيها فاتي كتير هو موضوع أدوية المنشطات الجنسية للرجال وللأسف بنشوف طرق استعمال غلط اللي ممكن يا إما تخلي الدواء ما يجيبش فايدة وما يحققش الهدف المطلوب منه يا إما يتسبب في كارثة وممكن يتسبب في وفاة الشخص اللي استعمله حرفيا ممكن يموت الشخص اللي استعمل الدواء ده فخلونا ناخد الموضوع بشكل علمي وبسيط في نفس الوقت ونعرف أهم المعلومات الخاصة بالأدوية دي مبدئيا إحنا عندنا أربع أدوية في القسم دعا أربع مواد فعالة شركات كتير جدا بتصنعهم حاليا ولأن الأصناف كتير بشكل مبالغ فيه هنتكلم عن المواد الفعالة يعني هنتكلم عن المادة الفعالة للدواء وأول اسم تجاري لأهم شركة صنعته يعني نقدر نقول البراند بتاع المادة والكلام طبعا هيكون منطبق على أي اسم تجاري في نفس المادة الفعالة الأربع أدوية اللي معانا هم السلدنافيل والفاردنافيل والتدالفيل والأفانافيل الأربع أدوية دول بيشتغلوا بنفس الطريقة بالزبط بدول ما ندخل في تفسيرات علمية معقدة الأدوية دي بتوسع الشرايين اللي موجودة في الجسم وبالتالي هنلاقي إن هي بتزود من تدفق الدم للأعضاء التناسلية عند الرجال وده بدوره بيسبب انتصاب ولكن عشان الأدوية دي تشتغل لازم يكون فيه إثارة يعني طالما ما فيش إثارة الأدوية دي مش هيكون ليها أي لازمة ومش هتدي أي تأثير الأربع أدوية اللي معانا زي ما قولنا بيشتغلوا بنفس الطريقة ولكن اختلافاتهم بتكون في علاقتهم بالأكل يعني يتخذوا قبل الأكل أو بعده يتخذوا قبل العلاقة بوقتها قد إيه وكم ساعة الأدوية دي هتستمر في جسم الإنسان وتدي التأثير بتاعه خلونا ناخد دوا دوا من الأربع أدوية اللي معانا أول دوا معانا هو السلدنافيل وده الموجود في الفياجرا مادة السلدنافيل لازم تتاخذ قبل الأكل على الأقل بنص ساعة يعني لازم يكون فاصل ما بينها وما بين الأكل نص ساعة لأن امتصاص مادة السلدنافيل بيتأثر بوجود الأكل وخصوصا إذا كان الأكل دسم شويتين وكمان لازم تتاخذ قبل العلاقة بساعة ودي بتكون الفترة اللي بتحتاجها السلدنافيل عشان توصل لأعلى معدلتها في الدم السلدنافيل بتستمر في الدم من 6 إلى 8 ساعة يعني نقدر نقول إن المادة دي بتفضل شغالة من 6 إلى 8 ساعة الدواء الثاني معنا هو الفاردنافيل الموجود في الفترة مادة الفاردنافيل هي كمان لازم تتاخذ قبل الأكل بنص ساعة على الأقل واعتقد احنا عرفنا السبب كمان الفاردنافيل لازم تتاخذ قبل العلاقة بساعة زيها زي السلدنافيل ودي زي ما قلنا الفترة اللي بتحتاجها المادة عشان توصل لأعلى معدلتها في الدم مادة الفاردنافيل بتستمر أطول شوية من السلدنافيل في الدم اللي فترتها بتستمر تقريبا من 8 إلى 10 ساعات تالت دواء معنا هو التدى الفيل وده الموجود في السيالس الدواء ده بقى مش بيتأثر بالأكل يعني ممكن يستعمل بعد الأكل عادي جدا لإن مش بيتأثر بمواد الأكل وده بيعتبر في حد زياته تطور في تصنيع الأدوية دي وبالتالي الشخص اللي هيستعملها مش ملتزم بوجود الأكل أو لا لإن كده كده الدواء هيمتص وهيوصل للدم بشكل كويس لكن بنلاقي إن التدى الفيل زعى للناس لإنه بيحتاج ساعتين على ما يوصل لأعلى معدلاته في الدم على عكس السلدنافيل والفاردنافيل اللي كانوا بيحتاجوا ساعة واحدة فقط بس التدى الفيل بيرجع يصالح الناس بإنه بيستمر في الدم لمدة بتوصل لستة وتلاتين ساعة أيوة ستة وتلاتين ساعة يوم ونص موجود في الدم وجاهز إنه يدي تأثيره بس طبعا بشرط وجود الإثارة رابع دا ومعانا اسمه الأفانافيل وده بيكون موجود في الاسبيدرا الأفانافيل زي وزي التدى الفيل مش فارق مع الأكل قبل أو بعد الأكل بيمتص بشكل كويس جدا وأهم ميزة موجودة في الأفانافيل إنه بيوصل لأعلى معدلاته في الدم بعد تلاتين إلى خمسة واربعين دقيقة فقط وده بيعتبر أسرع واحد في الأربع أدوية الأفانافيل من الأدوية اللي بتستمر في الدم من 8 إلى 10 ساعات وده الفترة اللي بيدي فيها التأثير بتاعه ولكن بنفس الشرط اللي مع كل الأدوية دي إنه لازم يكون فيه إثارة وده بتكون أهم الفروقات ما بين الأربع أدوية وأي حد يقرر إنه يستعمل أي واحد منهم لازم ياخد باله من الحاجات اللي فاتت دي كويس جدا ويعرف الطريقة الصحيحة لاستعمالهم قبل الأكل أو بعده يبقى عارف الأدوية دي هتشتغل بعد فترة قد إيه وفي نفس الوقت هتستمر في الدم فترة قد إيه وبإذن الله الفيديو اللي جاي أتكلم عن الأثار الجانبية للأدوية دي وإيه ممكن تكون مضعفاتها وأهم الأدوية اللي بتتعارض معها شكرا ترجمة نانسي قنقر